على ماذا تستند عندما تريد أن تقرر المشاركة وعدم المشاركة أنت عندك عنوان أنا دائما أقول سيد عمار أعلن تيار الحكمة أنه سيعارض أو لا يشترك بالحكومة لم تشترك في حكومة المالكي لم تشترك في حكومة عبد المهدي الآن لم تشترك في حكومة السوداني هذا مبني هل طريقة التشكيل هل الاعتراض على شخص القائد هل على البرنامج الحكومي على ماذا تبني تقييماتك المسبقة بالمعارضة قبل التشكيل بالحقيقة نحن ندير أمورنا بطريقة مؤسسية فلدينا أروقة قرار نجلس فيما بيننا نتشاور ندقق نحلل في 2010 وأيضا في 2018 حين حللنا الظروف وجدنا أن المعادلة وطريقة التركيبة والأولويات المطروحة في ذلك الوقت للفريق المتصدي لم نكن نجد فيها فرص للنجاح فما أردنا أن نقحم نفسنا في مشروع نحن ما مقتنعين بمساراته ومآلاته ففضلنا أن نبقى خارج الحكومة في حكومة السيد السوداني المسألة لها طابع آخر بما أن الانتخابات في 2021 جاءت بمخرجات غير متوازنة وغير واقعية ولكن الديمقراطية لغة أرقام مقاعد وليس لغة لسبب بسيط أننا حصلنا على أربعمائة ألف صوت وجاء لنا بأربع مقاعد فأصبح سعر المقاعد الواحد مائة ألف صوت فيما أن الطرف سياسي آخر كان نسبة سعر مقاعد 12 ألف صوت يعني كل مقاعد من عندنا يعادل تسع مقاعد لكيان سياسي آخر شارك في نفس العملية لا أريد أن أدخل وأعود إلى الماضي وأدخل في جدلية أسباب هذه النتائج هل هي سوء في الإدارة أو متطلبات القانون أم هي أمور أخرى كيفما كان خرجنا بأربع مقاعد ولا يليق لنا احنا بتاريخنا بقواعدنا الشعبية بحضورنا الواسع أن نشارك في الحكومة بأربع مقاعد فرحم الله جب الغيبة عن نفسه رحم الله عرف قدر ظروفه فلم نكن نجد من المناسب أن نشارك في الحكومة مع هذه المخرجات لقلة مقاعد نعم حتى لو كان لدينا أربعمائة ألف صوت لكن مقاعدنا لم تكن بالشكل الذي تناسب لتمثيله بطريقة لائقة في الحكومة فقررنا أن لا نشارك وجاء السيد الصدر في المرحلة الأولى وقدم مقترحا وشجع ودعا وتحسب لي سماحته واعتذرت من سماحته لكن وكم من فيات قليلة غلبت فيات كبيرة تقديري أن الأدوار لا تختزل بالدور الحكومي من نلعب اللعبة الديمقراطية يجب أن نلتزم بقواعدها ديمقراطية لغة أرقام أين كانت الأسباب أين كانت مساحة القاعدة الشعبية أين كان عدد الأصوات من تخرج إدها بأربع مقاعد فعليك أن تقدر أن هذه المرحلة ليس من اللائق أن تشارك فيها ويجب أن تحترم تاريخك حضورك قواعدك شعبية ولذلك نحن نمارس دور مؤثر في الحياة السياسية لكن ليس عبر الحكومة أنا استماعت للإجابة لامست تفكيري لكن ما أعرف ليش أدي شك أو ظن أن هناك حقيقة أخرى أو قراءات أخرى أنت تكترزها أو فكرت بها أو تؤمن بها من عدم المشاركة هذه ليست المرة لأن هناك أربع مقاعد كان هناك أكثر في مراحل أخرى لذلك انطيني هذا السر ما سراحة سامحت السيد أنا صريح معكم ومع شعبي وواجبي أنا صريح ولذلك ذكرت أن المبررات في المرتين السابقتين 2010-2014 2018-2020 بل 2020-2023 يعني 21 في المرحلة الأخرى و21 كل هذه المراحل التي لم نشاركنا ليست لسبب واحد في ذلك المراحل كنت أجد أن الفريق والأولويات والخطاب والمشروع صعب أن يتقبل في ظل ظروف العراق وملابساته في تلك المقاطع الزمنية وأثبتت النتائج في 2010-2014 بالتالي دخل داعش وأخذ 40% من أرض العراق وحصل الذي حصل من إشكاليات إذن قراءتنا كانت استشرافنا الصحيح مع قط نظر على الأسباب في 2018 أفضت إلى يعني استقالة دولة السيد عادل عبد المهدي بعد سنة واحدة من تصدي وأثبتت أيضا أن قراءتنا واستشرافنا كان صحيح في أن هذه المعادلة وهذه التوليفة صعب أن تحقق النجاح المنشود في حكومة السيد السوداني لم يكن هذا هو السبب السبب مختلف يرتبط بين هذه المرة وبمخرجات العملية الانتخابية ترجمة نانسي قنقر